المبادرة التي أعلنتها حكومة جوبا للتوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الشمال للدفع بعملية السلام في منطقة جنوب كردوفان والنيل الأزرق وجدت ترحيبا من الحكومة والحركة الشعبية والاتحاد الافريقي باعتبار أن المبادرة من شأنها أن تحرك الجمود الذي ضرب طاولة التفاوض منذ سنين عدد منذ توقف المفاوضات عقب توقيع على وثيقة خريطة الطريق من قبل الحكومة السودانية ومن ثم الحركات المسلحة التي وقعتها تحت ضغط المجتمع الدولي مبادرة الرئيس سلفاكير لتوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية استبقتها عدة تحركات من أبرزها مباحثات رئيس الجمهورية عمر البشير مع نظره رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميردت لشان الأوضاع في البلدين في عدة منابر داخلية وخارجية لقاء سلفاكير بقيادات الحركة الشعبية شمال في مدينة جوبا لأكثر من مرة لقاء سلفاكير برئيس وفد الحكومة للمفاوضات فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية في مدينة جوبا المفاوضات السرية التي جمعت الحكومة بالحركة الشعبية في جوهنسبرج هذه التحركات وغيرها تفتح باب التفاؤل على مصرعيه بإمكانية أحداث اختراق في القضايا الخلافية وذلك ارتكازا على عدة متغيرات إقليمية ودولية تضاف إليها الأوضاع داخل الحركة الشعبية التي تعاني من انقسامات داخلية تطورت إلى قتال دموي بين رفقاء الأمس بيد أن المراقبين يراهنون على ضرورة أن يعمد رئيس دولة جنوب السودان أولا إلى توحيد فصيل الحركة الشعبية قبل أن يحثها على الدخول في مفاوضات جدية مع الحكومة السودانية